أهلا بكم رئيس الحكومة محمد الشاع السوداني يواجه ضغوطا من الإطار التنسيقي بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بالجانب الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار وأيضا ملفات أخرى خارجية تتعلق بشكل العلاقة مع واشنطن والدول الإقليمية مصادر رفيعة تقول لوانيوزة أن قادة في الإطار هددوا السوداني بإقالته من منصبه إذا استمر على هذه السياسة مبينة أن قادة الإطار التنسيقي أبلغ السوداني خلال اجتماع مؤخرا بضرورة إعلامي واطلاع الهيئة القيادية للإطار على أي قرار قبل اتخاذه بشكل رسمي مع ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي ويخشى قادة الإطار التنسيقي بأن أي تراجع في المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين سيؤثر على وضع قوى الإطار الانتخابي خصوصا وأن العراق على موعد مع انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمانية مبكرة كما أطرحها المنهاج الحكومي سيما وأن استمرار اتخاذ القرارات بشكل فردي دون الرجوع لهيئة القيادة سيرفع عن السوداني الدعم للحماية السياسية وهذا الأمر سيؤدي إلى الإقالة من المنصب كما تتحدث تلك المصادر وفي وقت سابق علمت واني نيوز من مصادر مطلعة أن رئيس اتلاف دولة القانون نور المالكي هدد رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني وبشكل علني بأنه سينظم ويدعم تظاهرات تطيح بالحكومة إذا لم يلتزم بالمنهاج الذي رسمه الإطار التنسيقي مالكي نفسه ومن بين ذلك شكل العلاقة مع واشنطن والمحيط العربي للعراق